بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة مميزة حلقة خاصة بجميع التخصصات إحنا يعني عايزين نبدأ حلقة النهاردة بأنه نعرفكم إيه هي المهارات العملية اللي بنستعرضها في أبواب المنهج سواء كان منهج الأمراض النبات أو منهج الأفات الزراعية أو منهج المايكروبيولوجي كل التلات مواد حنستعرض التدريبات العملية المختلفة وكيفية أداء المهارات العملية بكفاءة لطلاب صف الثالث السنوي الزراعي الهدف الأساسي من حلقة اليوم هو إكساب الطالب كيفية التعامل مع المواد والخامات والأجهزة المختلفة بكفاءة وأيضا اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية للحفاظ على القائم بالعمل سواء كان داخل المعامل أو داخل المزارع أو حتى في عملية رش المبادات أو استعمال آلات الرش والتعفير المختلفة احنا الهدف الأساسي من دراسة المواد بتاعتنا زي نحن نؤهل الطالب أنه هو يكون يلتحق بسوق العمل بكفاءة وقدرة على القيام بالأعمال اللي هو مكلف بيها على الوجه الأكمل بمهارة وبحرفية وأيضا بسلوكيات واتجاهات معينة مناسبة لطبيعة المهمة اللي بيقوم بيها الطالب المكلف بهذه المهمة تعالوا بينا أعزائي الطالبة والطالبات نستعرض مع بعض التدريبات العملية للمواد السلاسة في عجالة وناخد إيه هي أهم الحاجات وإيه هي الأهم المهارات اللي مفروض يكتسبها طالب التعليم الزراعي في مجال مادة أمراض النبات وأيضا العفات الزراعية وأيضا مادة المايكرو بيولوجي تعالوا بينا أعزائي الطالبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم هناخد أول حاجة التدريبات العملية في مادة المايكرو بيولوجي طبعا أول حاجة مفروض أن أنا استعرضها معاكم أهم الأجهزة والأدوات والخيمات ومصادر التعلم لمادة المايكرو بيولوجي أول حاجة لازم تقابلني داخل معمل المايكرو بيولوجي ولا أغنى عنها اللي هو المايكروسكوب الضوئي والمايكروسكوب زي ما أنتم عارفين بيتكون من أجزاء بصرية وأجزاء حركية طبعا لازم أعرف وظيفة كل جزء وإزاي أن أنا أجهز الميكروسكوب لإجراء عملية الفحص بوسطة العدسات المختلفة بعد كده تاني حاجة أتعرض لها اللي هي الشرائح الزجاجية طبعا الشرائح الزجاجية قد تكون شرائح فارغة أو شرائح محملة عليها نمازج محملة سواء كان شرائح بكتيريا أو فطريات أو تحالب أو بروتوزوة أو أين كان شرائح أمراض أو شرائح حشرية أين كان نوع الشرائح اللي عندي بعد كده أغطية الشرائح طبعا الكافر أو غطاء الشريحة ده بيستخدم للحفاظ على التحضير اللي عندي بعد كده أجهزة التعقيم المختلفة في معمل المايكرو بيولي لابد من تعقيم المواد والأدوات بأجهزة التعقيم المختلفة وكل مادة وكل أداة بيلائمها جهاز معين لإجراء عملية التعقيم داخله عندي أجهزة كثيرة جدا عندي المعاقم بالهواء الساخن عندي جهاز أرنولد عندي الأوتوكلاف عندي أيضا المرشحات المختلفة اللي بتستخدم في عملية التعقيم سواء كان مرشح زيتس، مرشح الزجاج المسامي، مرشح بيركفيلد، أيا كان نوع تشامبرلند، أيا كان نوع المرشح بعد كده وحدة البيوجاز وحدة البيوجاز من الوحدات الرئيسية اللي موجودة عندي في منهج المايكرو بيولوجي لابد من التعرف على أجزاء الوحدة سواء كان حوض الدخول أو المخمر أو حوض الخروج أو خزان تجميع الغاز كل دي لازم أعرف تركيب وحدة البيوجاز وكيفية تشغيل وحدة البيوجاز والحصول على الطاقة أيضا من ضمن المواد والأدوات اللي هو أنابيب الاختبار كلنا عارفين أنابيب الاختبار الزجاجية بتستخدم في إجراء لاختبارات المعملية المختلفة وأيضا بتستخدم في تحضير بيئة العجار المائل وتنمية وإكسار الكائنات الحية الدقيقة أطباق بيتري بتبقى عبارة عن أطباق زجاجية بتبقى عبارة عن قاعدة وغطاء والطباق البتري بيستخدم في تنمية وإكسار الكائنات الحية الدقيقة وعن طريق إجراء عملية عد المستعمرات المختلفة أدوات وأجهزة الصبغ طبعا أنا بستعرض أو بجري عملية صبغ للتحضيرات والشرائح المحملة اللي موجودة عندي دي لتوضيح وزيادة وضوح المادة أو الشريحة اللي عندي الصبغات اللي موجودة في معامل المايكرو بيوليجي أنواع كثيرة ومتعددة جدا منها أحمر الميسيل أزرق الميسيلين أزرق الميسيلين صبغة الفوكسين طبعا صبغة جرام اللي هي بيبقى لونها زي لون البنفسيجي كل دي طبعا بتبقى صبغات بي تستخدم لصبغ التحضيرات والشرائح المحملة وبالتالي زيادة رؤية ووضوح هذه التحضيرات من الحاجات أيضا اللي موجودة في معامل المايكرو بيوليجي اللي هو المخمرات أو المخمر المخمر زي ما أنتم عارفين بيستخدم في إنتاج مواد اقتصادية ذات قيمة تجارية على النطاق التجاري وهذه المواد طبعا لابد من إجراء عملية التخبير داخل المخمر المخمر ده بيبقى عبارة عن إناء معدني بيتم وضع المادة الغذائية فيه اللي هي المادة الخام وإضافة البادئ ثم توفير الظروف البيئية لإجراء عملية التخمير وبعد فترة بنتج على المنتج بحصل على المنتج التخميري اللي موجود عندي وأستخدمه في المجالات التجارية المختلفة تعالوا بنا عزاء الطلبة والطالبات نستعرض مع بعض المهارات اللي حضرتك مطالب بتنفيذها أثناء منهج المايكروبيولوجي أول مهارة عندنا اللي هي تحضير غشاء من فطر الخميرة وتثبيته طبعا خطوات عملية التحضير بتشمل على تنظيف الشريحة وإمرارها في اللهب ووضعها على حامل الشرائح أو ورق الترشيح طبعا دي خطوة بسيطة جدا وكل واحد فينا سهل إن هو بمساعدة معلم المادة إن هو يقوم بإجراء هذه الخطوة ثاني خطوة اللي هي تعقيم إبرة التلقيح وأخذ نقطة ماء ووضعها بوسط الشريحة طبعا إبرة التلقيح دي بتبقى إبرة معدنية في منها ذات العقدة وفي منها الإبرة العادية بتستخدم بعد التعقيمة في أخذ العينة من البيئات المنمّة عليها الكائنات الحياة الدقيقة وأيضا وضع نقطة الماء على الشريحة المراد عمل التحضير عليها الخطوة اللي بعد كده تعقيم الإبرة ونزع السدادة الكطنية طبعا من أمبوبة الاختبار وإمرار فوهة أمبوبة المزرعة في اللهب الخطوة اللي بعد كده أخذ جزء أو عقدة من المزرعة ثم تمرير فوهة الأمبوبة مرز تانية في اللهب ويرجع السدادة الكطنية إلى مكانها الخطوة اللي بعد كده والأخيرة المزج بنقطة الماء جيدا بطرف الإبرة وفرد المعلق على مساحة مناسبة وتكفيف التحضير على اللهب على ارتفاع من 10 من 15 إلى 20 سنطي وبيتم بعد كده تثبيت الغشاء عن طريق تمريره في اللهب مرة أو مرتين أو ثلاث مرات هناخد بعد كده المهارة رقم 2 أنا عملت الغشاء من فطر الخميرة على شريحة زجاجية وتم تثبيت هذا الغشاء طبعا ما ينفعش أفحص الغشاء مباشرة لأنه مش هيكون فيه وضوح للخلايا بتاعت فطر الخميرة فلابد من إجراء عملية السبغ زي ما أنا قلت لكم السبغة المستخدمة عندي في المهارة التانية اللي هي سبغة أزرق الميسيلين طيب إزاي أنا أعمل عملية سبغة بدون ما أنا أتعرض للتلوث بالسبغة أو إن أنا أعمل تلوث للمناضد أو للأدوات بعملية السبغة لازم أتبع خطوات عملية السبغة زي ما أنا هنقولها مع بعض كده أول حاجة بغمر غشاء الخميرة المحضر في المهارة السابقة والمثبت في صبغة أزرق الميسيلين المدة دي المدة من 3 إلى 5 دقائق بعد كده بعمل عملية غسل الغشاء من السبغة باحتراس بوسط الطيار هادي من ماء الصنبور أو بنقول عليه ماء الحنفية بعد كده الخطوة الثالثة عملية التكفيف بورقة ترشيح ثم على اللهب على ارتفاع 15 إلى 20 سنطر الخطوة الرابعة والأخيرة بيتم إكمال التكفيف بتمرير الشريحة سريعا مرة أو مرتين في اللهب طيب تعالوا بقى نستعرض مع بعض عزيزي الطلبة والطالبات المهارة رقم 3 أنا عملت غشاء من فطر الخميرة وتم تثبيته ثم عملت عملية سبغة لهذا الغشاء الخطوة الثالثة والأخيرة اللي هي أو المهارة الثالثة والأخيرة لابد من إجراء عملية فحص بطريقة صحيحة لغشاء الخميرة بعد تثبيته بواسطة استخدام عدسة بقول عليها العدسة الزيتية طيب الخطوات بتاعة عملية الفحص بتشمل ايه؟ أول حاجة وضع الشريحة على مصرح الميكروسكوب وتثبيتها بالمكبض وضبط إضاءة الميكروسكوب طبعا الثلاثة خطوات دول قد يظهر أنهم أكتر من خطوة لكن هي بتتم في مرحلة واحدة أنا بجيب الشريحة بحطها على مصرح الميكروسكوب وبالمكبض المعدنية بيتم تثبيت الشريحة الميكروسكوب اللي عندي لو كانت الإضاءة بتتم بواسطة الإضاءة الكهربية أو المصباح الكهربية ما فيش عندي مشكلة بيتم الضغط على الباور بتاع الإضاءة وبيتم الحصول على الإضاءة على الشريحة طيب لو كنت أنا بستخدم ميكروسكوب من النوع القديم شوية اللي هو بيعتمد على المرايا العكسة في الحصول على مصدر الإضاءة في بيتم تحريك المرآة اتجاه مصدر الضوء لانعكاس الضوء على الشريحة الزجاجية المحملة اللي موجودة عندي يبقى أول خطوة بحط الشريحة على مصرح الميكروسكوب وبتم تثبيتها بالمكبض المعدنية ثم ضبط إضاءة الميكروسكوب الخطوة الثانية بيتم وضع نقطة من زيت السيدر طبعا ده زيت معين للفحص مش أي نوع من أنواع الزيوت أستخدمه لازم أستخدم النوع ده لأنه معامل انكسار زيت السيدر بيساوي معامل انكسار الزجاج وده بيعمل على تجميع العشعة وزيادة شدة الإضاءة ووضوح الرؤية طبعا ممكن أنت تتعرض لسؤال شافة وإنت بتعمل المهارة ليه أنا بحط نقطة من زيت السيدر على الشريحة وليس أي نوع آخر من الزيت بعد ما بضع نقطة من زيت السيدر على الغشاء والتعرف على العدسة الزيتية من القطع الأنفية اللي موجود فيها العدسات في الماكروسكوب بعمل إيه بعد كده؟ بيتم بواسطة الضابط الكبير والضابط الصغير غمس العدسة الزيتية في نقطة الزيت حتى تلامس الشريحة ولكن برفق لتوخي أو الحذر من كسر الشريحة بواسطة العدسة الزيتية بعد كده الخطوة اللي بعد كده رفع أنبوبة الماكروسكوب بواسطة الضابط التقريبي اللي هو احنا بنوعه للضابط الدقيق إلى أعلى ببطء وعنده رؤية لون استبغى بيتم استعمال الضابط الدقيق ليرى الخميرة بوضوح وطبعا الخميرة طبعا تعرفين تبقى عبارة عن فطر وحيد الخلي تعالوا نستعرض أعزائي الطلبة والطلبات المهارة اللي بعد كده اللي هي المهارة الرابعة اللي هي تحضير أهم الفطريات أو الخمائر في الأغذية اللي هي عينة من الجبن أو عينة من المربع خطوات العمل أول حاجة الأدوات اللي أنا باستخدمها أنبوبة أجار مولت طبعا ده نوع معين من السوائل بيستخرج من الشعير طبق بتري وعينة جبن أو عينة مربع أول خطوة عندي من خطوات إجراء المهارة سالة أنبوبة الأجار العميق في حمام مائي ثم بيتم تبردها على درجة 45 درجة ماوي وصب محتويتها في طبق بتري وترك الطبق حتى يتجمد الأجار تماما مع مراعاة احتياطات منع التلوث عند فتح الأنبوبة وعند الصب في الطبق يعني لا بد أن أنا أفتح فتحة الأنبوبة طبعا مش تكون بوضع رأسي لمنع تساقط الجراسيم في الهواء تكون بوضع مائل كده أيضا طبق بتري بفتحه فتحة بسيطة جدا مش بفتحه كليتا علشان برضو أتجنب سقوط الجراسيم الموجودة في الهواء بعد كده بيتم في الخطوة اللي بعد كده تقسيم قاعة طبق من الخارج لثلاث مسلسات متساوية يعني أنا بقلب الطبق ومن الخارج بوسطة ألم كده بقسم القاعة بتاع الطبق لثلاث مسلسات تكون متساوية الخطوة اللي بعد كده بيتم تعقيم إبرة التلقيح وأنا عرفت يعني إبرة التلقيح مفيش عندي مشكلة دلوقتي هي الإبرة اللي بيتم بها أخذ العينات من البيئات المنمى عليها الكائنات الحية الدقيقة ثم أخذ لمسة من العينة سواء كان عينة جبن أو عينة مربة وبيتم فتح الطبق فتحة ضيقة طبق بيتر طبعاً بتسمح فقط بمرور سلك إبرة التلقيح الخطوة اللي بعد كده بيخطط سطح الأجار بخفة خطوط متوازية في أحد المسلسات المرسومة على قاعة طبق ثم يدار الطبق وبنفس الإبرة وبما تبقى عليها وبدون تعقيمها بتستكمل عملية التخطيط على سطح الأجار في المسلس الثاني ثم في المسلس الثالث عزاء الطلبة والطلبات توقعوا أنهي مسلس من الثلاثة اللي حيكون متوقع أن يكون فيه مستعمرات من فطر الخميرة أو أي فطر تاني موجود في عينة الجبن أو عينة المربة طبعاً المستعمرات النامية فيه المسلس الأول هي اللي حتكون أكتر لأنه ده أول مسلس تم تلقيحه بإبرة التلقيح يرعى اتباع القواعد البكتريولوجية فيه دمية خطوات العمل طبعاً قواعد البكتريولوجية معروفة جداً لها داخل معامل المايكروبيولوجي ارتداء القفازات، ارتداء البلطو، ارتداء النظارات الواقية، الكمامة عدم لمس الأجزاء بدون قفازات، عدم لمس الزجاج المكسور توفير التهوية، توفير الإضاءة كل دي بتبقى عدم العبس بالأجهزة والأدوات عدم التدخين، عدم تناول الأطعمة والمشروبات داخل معامل المايكروبيولوجي كل دي قواعد وقصص لابد من اتباعها داخل معامل المايكروبيولوجي للتفادي العدوى بالمايكروبيولوجي المختلفة انتو تعارفين طبعاً ان احنا منتعامل مع كائنات اي نعم احنا بمنشوفهاش بعيننا المجردة، يعني لا ترى الا باستخدام وسيل التكبير سواء كان ميكروسكوب ضوئي او عدسات مكبرة او ميكروسكوب الالكتروني ولكنها في نفس الوقت هي عبارة عن جيش خطير جداً من الكائنات الممرضة او المسببة للامراض طبعاً انتو عارفين انه جائحة كورونا او كوفيد 19 طبعاً مسببة شلل الاقتصاد العالمي نتيجة فيروس لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني وفيروس لا نستطيع ان احنا حتى نطلق عليه انه هو من الكائنات الحية لانه تركيبه ما هوش بالتركيب الخلوي المعروف هو كيان او جسيمات متناهية في الصغر بتعيش اجبارية التطفل ولا يمكن تنمياتها على بقية صناعية ولذلك هي بتهاجم وتغزو خلايا الكائن الحي وعندما تخترق الغشاء البلازمي لخلية الكائن الحي بيكون من الصعوبة بمكان ان انا اعمل عملية علاج او مقاومة لهذا الفيروس ولذلك احنا بنقول الوقاية خير من العلاج ودي دعوة من خلال شاشتنا شاشة قناة مصر التعليمية لكافة فئات المجتمع المصري ضرورة التوجه لتسجيل الحصول على المصل المضاد لهذا الفيروس لانه هذا الفيروس عندما يغزو خلايا اجسادنا بيكون من الصعوبة بمكان ان انت تنجو منه الا اذا كانت منعتك قوية جدا وبيترك اثر خطير على خلايا الرئة اللي داخل جسم الانسان لانه بيعمل على تجلط كرات الدم اللي موجودة داخل اجسامنا وبيدمر خلايا كرات الدم الحمراء طبعا احنا اتطرقنا طبعا للقواعد وعرفناها والقواعد دي لابد من اتباعها لتفادي التعرض للعدوى داخل معامل المايكرو بيولوجي طبعا احنا كده استعرضنا المهارات انت هتتعرض ايضا لمجموعة من الادوات بتمثل تجربة معينة التجربة دي حضرتك ان شاء الله بتذكر اسمها فقط بيكون عندك الادوات المعروضة بتبقى عبارة عن عينة من التربة انابيب اختبار بيئة اجار اطباق بتري انابيب اختبار بتحتوي على مياه مصات وزجاجة عينة بها مياه طبعا على طول وانت مغمض اول ما تشوف دي يبقى ده اسم التجربة تقدير العدد الكلي لمايكرو بات التربة بطريقة الاطباق طبعا زي ما انتوا شايفين اللي في ايد اللي في الصورة معانا هنا ده طبق بتري وعليه مستعمرات واللي في ايده اليمين دي بتبقى عبارة عن ابرة التلقيح زي ما انتوا شايفين ده بيتبع القواعد السلامة والصحة المهنية من خلال الايدي فقط لانه بيرتدي القفازات احنا مش عارفين الصورة مش مكملة بقى ليه الجسم طبعا التجربة التانية اللي عندنا لو انا لقيت الادوات المعروضة عندي دورا زجاجي به محلول من العسل المخفف بالماء بنسبة واحد لتلاتة ملقح بخميرة ويغطى بسدادة من الفلين بيوضع بها قليل من الزبق وبيبقى عندي انبوبة على شكل حرف من المطاطة على شكل حرف يو طبعا اسم التجربة اللي عندي على طول ده التخمر الكحول التجربة التالتة والاخيرة الادوات اللي عندي بتبع برعا مخبار زجاجي مدرج لمية سنتي به عينة او عجينة من الدقيق خمسين جرام تقريبا مخلوط به واحد جرام من الخميرة خلطا جيدا طبعا لما شوف الديق وشوف المخبار على طول يبقى ده قياس قدرة الخميرة على تخمير العجيب يبقى انا خدت فيه الجزء الاول المهارات العملية اللي انا ممكن اتعرض لها طبعا مش كل المهارات احنا بنديكم امثلة للمهارات المهمة اللي انت ممكن تتعرض لها حتى في الحالة العملية او في الامتحان وايضا قلنا التجارب اللي انت ممكن تشوف الاداء ومن خلال الادوات بتحدد اسم التجربة يبقى مادة الماكروبيولوجي فيها ان شاء الله هيبقى فعل امتحان النظري وايضا الجانب العملي واحنا بنركز على الجانب المهاري والجانب التقني لان انت طبعا طالب فني مؤهل او لابد ان تكون مؤهل للتحاق بسوق العمل سواء كان في المصانع او في الشركات او في المزارع او ايا كان مجال العمل اللي انت حتشتغل فيه فلابد ان انت تكون معك الادوات والمهارات اللي بتؤهلك ان انت تنافس بقوة للحصول على وظيفة في مجال سوء العمل ان شاء الله طبعا هناخد بعد كده السؤال الاخير اللي هو التعرف على سلاسة شرائح اللي هو العرض الجانبي طبعا الشرائح دي بتتمثل في شريحة بكتيريا حامض اللاكتيك بتم تحضيرها من اللبن الزبادي وشريحة فطر الخميرة وشريحة فطر عفن الخبز او شريحة لاحد التحالب ولكن تحلب الاسبير وجايرة السؤال الرابع طبعا بيبقى في صورة مستندات بيتقدم بها الطالب اللي بتبقى عبارة عن كراسة التدريبات العملية بكده نكون استعرضنا مع بعض المهارات العملية في مادة المايكروبيولوجي هنستعرض مع بعض ايضا المهارات العملية لمادة امراض النبات طبعا زي ما اخدنا المواد والاجهزة والانوات اللي بتبقى موجودة في معامل المايكروبيولوجي طبعا برضو لازم نستعرض مع بعض وندرس ايه هي المواد والادوات والخمات اللي بتبقى موجودة في منهج امراض النبات واللي بتساعد ان انا اقدي المهارات المختلفة بالصورة الصحيحة برضو اول حاجة عندي لابد من موجود ماكروسكوف ضوئي عادي بيساعد في تشخيص المرض النباتي سواء كان امراض بكتيرية او امراض فطرية او طحالب ايا كان المسبب ما عدا الفيروسات لا يمكن رؤيتها بالميكروسكوف الضوئي العادي ولا حتى مسبب مرض ايضا هو بنقول عليه الفايتو بلازما تاني حاجة ممكن اتعرض لها ايضا في المنهج من ضمن الادوات والخمات اللي هو الشرايح الزجاجية العمل القطاعات والشرايح المحملة من عينات النباتية المصابة بالامراض المختلفة اغطية الشرايح طبعا السبغات والسبغة زي ما انتركوا هي انواع كثيرة جدا منها ازرق الميسيلين احمر الميسيل صبغة جرام صبغة الفوكسين ايا كان نوع السبغة اجهزة ايضا للتعقيم تعقيم الادوات والعينات وايضا جزء رقم 6 اللي هو الات الرش والتعفير طبعا آلات الرش والتعفير لابد من تدريب الطلاب تدريب جيد ومكسف ومستمر على كيفية استخدام الآلة المناسبة للمرض المناسب وللمبيض ايضا المناسب والتأكد من صلاحية آلة الرش او التعفير قبل استخدامها لعملية الاستخدام هل هي صلاحة هل بها عيوب هل تالفة ايا كان التلف اللي موجود عندي في الآلة لابد من اصلاحه قبل اجراء عملية الرش او عملية التعفير لعدم تطاير او فقد كمية كبيرة من المبيض على الارض او حتى على الشخص القائم بعملية المكافحة للامراض المختلفة عندي آلات الرش بداية من الرشاشة اليدوية الرشاشة الظهرية الرشاشة ذات المطور ايضا مطور الرش ايضا طائرات الرش المختلفة دي طبعا بتستخدم فيه المساحات الشاسعة او المساحات الكبيرة وايضا العفارات بداية من العفارة اليدوية العفارة الصدرية ذات المروحة عندي انواع كثيرة جدا بتم تعفير المبيضات او المطاهرات الفطرية الصلبة في صورة صلبة على النباتات المصابة بأمراض ويكون زي امراض البيض الزغبي او امراض البيض الدقيقة بتم تعفير الكبريت الناعم او الكبريت المطحون على النباتات المصابة بهذه الامراض طبعا المطاهرات الفطرية مطهرات الفطرية المطهر الفطري يعني المبيد الفطري او المبيد اللي انا هستخدمه في مقاومة الامراض الفطرية طبعا انتم عارفين انه اي مبيد كيماوي بيبقى له طبعا اثار جانبية ومتبقيات للمبيدات بتظل لفترة طويلة في التربة وبتعمل على تلوس التربة وايضا تلوس النباتات وتلوس المحصول او السمار الناتجة من المحصول اللي تم معاملته بالمبيدات الكيماوية وده بيقدي ايضا الى اصابة من يتناول هذه السمار وهذه المحاصيل بالعديد من الامراض الخطيرة جدا زي الفشل الكلوي او الفشل الكبدي والامراض دي طبعا بتؤدي الى خسائر في الدخل القومي نتيجة طبعا تكاليف العلاج وانشاء المستشفيات وايضا تكاليف اللي هو النتيجة عن البطالة اثناء مريض اثناء البطالة اللي بتحدث نتيجة توقف المصاب عن اداء عمله بكفاءة طبعا ده بيؤدي الى تقليل الدخل الفردي او دخل الاسرة وايضا بالتالي نقص الدخل القومي للمجتمع المطاهرات دي لابد من استخدام برنامج مكافحة لمكافحة اي مرض هذا البرنامج بيهدف الى الاعتماد بصورة اقل على جرع اقل من المبيد الكيماوي لتقليل الاثار الجانبية للمبيدات الكيماوية عن طريق دخول هذه المبيدات في برنامج بنقول عليه برنامج مكافحة متكامل المضادات الحيوية طبعا المضادات الحيوية في منها بينتج بصورة تجارية بصورة على نطاق تجاري فيه طبعا منها بينتج على نطاق فردي او نطاق محدود زي ما احنا بنقول والمضادات الحيوية لها اهمية كبيرة جدا في مكافحة الامراض البكتيرية ولانها ايضا بتعتبر مبيدات جهازية ولها القدرة على النفاذ الى داخل النبات المصاب والقضاء على المسبب المرضي الموجود داخل النبات المصاب طبعا بنستعرض مع بعض هنا في شاشتنا المميزة اللي هو الات الرش والتعفير طبعا ده الرشاشة اليدوية وده مطور الرش وطبعا ده رشاشة مطور الرش بيعمل بجرار الزراعي ودي طبعا رشاشة ظهرية بتعمل بالمطور طبعا انواع العفارات كثيرة جدا العفارة اليدوية وده العفارة الصدرية ذات المروحة تعالوا بقى نستعرض مع بعض اعزائي الطلبة والطلبات اهم المهارات العملية اللي حضرتك مطالب ان انت تعملها وتاخد عليها ايضا درجات في الامتحان العملي النهائي اول مهارة عندنا ازاي او كيفية تحضير سلخ من ورقة نبات مصاب بمرض البيض الزغبي او البيض الدقيقي او عمل قطاع في بصرة يوريدية لفطر الصدق علشان اعمل شريحة واعمل قطاع لابد من اجراء الخطوات الاتية اول حاجة تنظيف الشريحة وامسكها بالطريقة الصحيحة طبعا امساك الشريحة الزجاجية بالطريقة الصحيحة بيتمثل في امسكها من الحواف وليس امسكها بهذا الشكل يعني ليه؟ لان انا لو مسكتها الاصار الدهنية اللي بتبقى موجودة على الاصابع بتعمل على او البصمات زي انا منقول بتعمل على تقليل وضوح الاضاءة وبالتالي تقليل الرؤية وايضا تلوس الشريحة بعد كده وضع قطرة من الماء على منتصف الشريح بجيب بابرة التلخيح باغمسها في اناء في ماء او كوب في ماء واحط نقطة واحدة على منتصف الشريحة بعد كده بعمل سلخ في بشرة نبات مصاب او عمل قطاع في البصرة اللي هي بصرة الصدق ووضعه في قطرة اللي هي الماء طبعا بوصلة مشرط بيتم اجراء عملية السلخ او عمل القطاع طبعا لازم يكون المشرط ده حاد جدا وايضا اتوخل حذر اثناء عملية القطع لتفادي جرح الاصبع طبعا كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية لابد من اتباعها في كل التجارب العملية اللي بنعملها في كل المواد اللي احنا بندرسها بعد ما عملت القطاع او السلخ بيتم وضعه في نقطة او في قطرة الماء ثم بعد ذلك بيتم تغطية الشريحة بواسطة غطاء الشريحة اخر خطوة اللي موجودة عندي من خطوات اجراء المهارة اللي هو وضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب وضبطها وفحصها يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بعد ما عملت القطاع وعملت السلخ وضعته في قطرة الماء وغطت الشريحة بغطاء الشريحة باخد الشريحة اللي عندي دي وحطها على مسرح الميكروسكوب واسبتها بالمقابض المعدنية وابدأ اتحكم في اضاءة الميكروسكوب لو كان عندي الميكروسكوب من النوع اللي بيعتمد على المرايا العاكسة واستخدم العدسة او كوت التكبير المناسبة للرؤية عندي وعن طريق العدسة العينية بابدأ ان انا افحص التحضير اللي انا عملته وابلاحظ بقى خلايا الفطر اللي موجودة عندي والجراسيم البازدية او الجراسيم التليتية اللي موجودة عندي في البصرة اليوريدي بابدأ اخذ المهارة التانية عزايا الطلبة والطالبات وهي هتلاقوا فيها شبه كبير جدا من المهارة الاولى اللي هي مهارة تحضير شريحة من الجراسيم التليتية لفطر التفحم السائب في القمح علشان اعمل المهارة دي بتتبع خطوات اللي انا اتبعتها في المهارة الاولى ولا وهي اول حاجة تنظيف الشريحة مع امساكها بالطريقة الصحيحة طيب تاني خطوة يا دكتور وضع قطرة من الماء على الشريحة طيب والخطوة الثالثة امساك السنبولة المصابة من العنق سنبولة ايه سنبولة قمح مصابة بايه مصابة بفطر التفحم السائب في القمح وتركها بالاسبع لتقع الجراسيم في قطرة الماء طيب انا حصلت على الجراسيم اعمل ايه بعد كده ابدأ اعمل عملية تغطية بغطاء الشريحة لهذه الجراسيم طيب وبعد كده اعمل ايه زي ما عملت في الخطوة الاخيرة في المهارة الاولى برضو بعمل في الخطوة الاخيرة في المهارة التانية اللي هي وضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب وضبطها وفحصها تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطالبات نستعرض السؤال التاني اللي هو بيشمل التعرف على الامراض النباتية الاربع اللي موجودة امامك بنجيب لك اربع امراض بتقول اسم المرض من خلال النموذج اللي موجودة عندك طيب النقطة اللي بعد كده التعرف على شريحتين تحت الميكروسكوب لاحد المسببات المرضية سواء كان شريحة بكترية او شريحة فطرية او حتى طحالب بنجيب لك شريحتين وانت بتقول الشريحة دي شريحة كذا السؤال الاخير اللي هو كراسة تصبير نباتات مصابة يجب ان لا يقل عدد النمازج بها عن عشر نمازج لامراض نباتية مختلفة من المنهج صبعا عندنا امراض مختلفة وحنستعرضها مع بعض بالصوت والصورة في شاشتنا الجميلة الحاجات دي مش هتلاقوها غير في برنامج في بيتنا مدرسة عبر شاشة مصر التعليمية لان احنا بنجيب لكو وسائل تفاعلية ووسائل تعليمية بتعينكو على التذكر والتعرف على الشريحة الموجودة عندنا والنمازج الحشرية اللي موجودة عندنا او نمازج امراض النبات بعد كده طبعا اخر حاجة اللي هي كراسة التدريبات العملية اللي هي كراسة العملي وعليها درجتي تعالوا بقى نستعرض مع بعض النمازج للامراض النباتية اللي من خلال المنهج حنتعرض لها ان شاء الله اول حاجة عندنا اسفرار او نموذج لسفرار اوراق الخيار طبعا ده التبركش وايضا ده التخطيط وده مرض فيروسي تبقع البني في الفول وده مرض فطر والمسبب بتاعه فطر ناقص ورم الجزر الزواجاني شايفين الشكل عامل ازاي شايفين الجزر الاورام اللي بتوشبق اصابع اليد اللي موجودة في الجزر طبعا المسبب هنا فطر لزج موت البادرات شايفين البادرة اللي هي اول نمو خضر بيظهر فوق سطح التربة وبكون مكون من ورقتين بيحصل لها عملية زبول وبالتالي من خلال اصابتها بمرض او فطر موت البادرات اللي هو الفطر البيضي بيؤدي الى موت البادرة طبعا المرض اللي بعد كده اللي هو تصمغ الموالح طبعا عن عندي انتو بتطلخبطوا في عاكتين تصمغ الموالح وتصمغ الحلويات تصمغ الموالح طبعا على طول وانت مغمد ده فطر بيضي اما تصمغ الحلويات ده طبعا المسبب بتاعه العطش الفيسيولوجي او اللي احنا بنقول عليه ارتفاع او زيادة مستوى الماء الارض النموذج اللي بعد كده اللي هو الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم طبعا ده برضو المسبب فطر بيضي طب لو قالك او جاب لك نموذج للندوة المبكرة ده يبقى فطر نقص البيض الزغبي طبعا امراض البيض الزغبي كلها بلا استثناء المسبب بتاعها فطريات بيضية العفن الطري في سمار الفاكهة كلنا بنشوفه ده طبعا سمرت فرولة مصابة بهذا العفن طبعا مسبب فطر زيدي العفن الجاف في لوز الكطن ايضا المسبب فطر زيدي العفن الاسود في البصر المسبب فطر اسكي العفن الاخضر والازرق في الموالح وحناخد ان شاء الله الفرق بين الاثنين في مقارنة اثناء دراسة هذه الامراض البيض الدقيقي طبعا كل امراض البيض الدقيقي بلا استثناء المسبب بتاعها عزاء الطلبة والطلوات بيبقى فطر اسكي طبعا هناخده على نباتات مختلفة ده طبعا في القرعيات ده طبعا البيض الدقيقي في الورد ايضا العفن القطني في الخضر وليكن الفلفل ده طبعا فطر اسكي ايضا التفحم السائب في القمح شايفين السنابل كلها تحولت الى مسحوق اسود من جراسيم الفطر التيلي تية اللي هي سوداء اللون ولا يتبقى من السنبولة الا محورها طبعا ده اللي بيميز او العراض اللي بتميز الاصابة بالتفحم السائب في القمح طبعا ده التفحم المغطى السنبولة كل محتواتها بتتحول الى مسحوق اسود من جراسيم الفطر التليتية ولا يتبقى من السنبولة الا الغلاف الشفاف الخارجي تفحم العادي في الزورة الشامية طبعا فطر بازيدي تفحم الكاذب في النخيل زي ما انتم شايفين في الصورة صورة بتوضح كل شي صدق الساق الاشهر في القمح جراسيم بازدية او تليتية بتبقى شكلها مستطيل الصدق الاصفر الجراسيم بتبقى بيضية الشكل زي ما انتم شايفين والصدق البرتقالي الجراسيم بتبقى مستديرة صدق الفول طبعا العراض موجودة البصارات على اوراق الفول وبتبقى واضحة جدا بتشبه صدق الحديد صدق الورد زي ما انتم شايفين جراسيم واخدى الشكل اليوريدية طبعا زي لون صدق الحديد في نهاية الموسم بتتحول الى اللون الاسود نتيجة تكون جراسيم الفطر التيلتية العفن الوردي في كزان الزرة طبعا زي ما انتم شايفين طبعا بيشمل صفة او صفين من الكوز تبقى واخدى اللون الوردي زي ما انتم شايفين عفن طفيت السمار الموز طبعا ده فطر ناقص تبقى البن في الفول مرة تانية هو فطر ناقص عفن الراقبة في البصل اللفحة في القرز طبعا فطر ناقص الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم طبعا اعرضها على البطاطس زي ما انتم شايفين على الدرانات واعرضها على سمار الطماطم زي ما انتم شايفين بهذا الشكل طبعا ده مرض خطير جدا يؤدي الى خسائر اقتصادية فادحة في محصول الطماطم ومحصول البطاطس ايضا من ضمن الامراض الخطيرة اللي هنتعرض لها خلال المنهج ده طبعا العفن الابيض في البصل وده موجود في الصعيد بينتشر بكسافة في بانسويف والمينيا وده طبعا ده معمول عليه حجر زراعي داخلي شايفين الجزور لونها ابيض ازاي نتيجة نمو مايسيليم الفطر الابيض للعفن الابيض في البصل تدرن التاجي في الحلوية شايفين الدرن الكبيرة دي على شجرة الحلويات ايه اللي يكون المشمش او اللوز او الجوز او الخوغ ايا كان طبعا درنة زي البطاطس ده ورم والمسبب بتاع المرض مسبب بكتيريا العفن الطاري في البطاطس طبعا مسبب بكتيريا ايضا العفن الحلقي شايفين الحلقة اللي لونها بني ده قطاع في البطاطس المصابة ده بيبقى عبارة عن عفن اللي حلقي بتسببه البكتيريا نوع معين من انواع البكتيريا اللفحة النارية في التفاح والكميترا عنها اخدنا اللفحة في القرز قلنا ده فطر ناقص بينما اللفحة النارية في التفاح والكميترا ده المسبب بتاعها بيبقى بكتيريا اسفرار العنب اسفرار العنب مرض وحيد مرض فريد والمسبب بتاعه الفيتو بلازم تحرن العنيد في الموالح يعني شجرة الموالح بيطلع منها نموات جانبية كسيفة جدا وبتكون قصيرة في الطول ولا تعطي سمار او محصول على الوجه الاكمل وده مرض بسببه الاسفيروب لازمة واسمه التحرن العنيد في الموالح قوباء الموالح مرض فيروسي تورد القمة في الموز مرض فيروسي التدهور السريع في الموالح يعني اشجار الموالح تبدأ تجف وتزبل وخسارة كبيرة جدا للشجرة لانه الشجرة دي بيتصرف على مبالغ طائلة حتى وصولها لهذا النمو فعندما يأتي الفيروس لا يستطيع الانسان مكافحة التخطيط في القصب تعقد الجزور المسبب نماتودا الهلوك الحمول العدار نبتات زهرية متطفلة ريم الارز الاشنات لسعد سمار المانجو لسعد سمار البطاطس لسعد سمار الطمطن وكل دي امراض فيسيولوجية تصمغ الحلويات زي ما قلت من شوية مرض فيسيولوجي نتيجة ارتفاع مستوى الماء الارض اضرار السقية اضرار السقية على العنب اجزنزيمة الموالح ده نقص عنصر النحاس تباركوش الموالح المنجنيز اصفرار اوراق الكومترا الزنك القلب الاسود في البطاطس سوء التهوية في المخازن القلب الاجوى في زيادة مستوى الماء الارضي وزيادة الرئي والتسميت طبعا الازود طبعا التأكد من الكراس العامة خاصة بالطالب والتعرف على الشرائح هناخد بقى لفات الزراعية في عجالة طبعا لابد ان يتوفر عندي نمازج حشرية مصبرة شرائح زجاجية اغطية شرائح مصائد اجهزة موالدات الطباب والات الرش والتعفير ومهلكات حشرية ومستخلصات نباتية واجهزة الحديثة في المكافحة هناخد اهم المهارات هما طبعا ثلاث مهارات مهارة تحضير محلول الرش وايضا المهارة التانية بتبقى عبارة عن تحضير الطعم السام من فوسفيد الزنك لمكافحة الحفار والمهارة التالتة والاخيرة اللي بتبقى موجودة عندي استعمال احد الات الرش او التعفير وبعد كده السؤال اللي بعد كده التعرف على الشرائح عدد اتنين شريحة وبعد كده التعرف على النمازج هنستعرض في عجالة النمازج اللي انت ممكن تتعرض لها جرد الصحراوي الحفار الدودة القردة التريبس والمن الاكروس العنكبوت الاحمر ودودة ورق الكطن دودة اللوز الكورنفولية ودودة اللوز الشوكية بقى بزرة الكطن وجاسيد الكطن والزبابة البيضاء دودة القصب الكبيرة ودودة القصب الصغيرة ودودة الزورة الاوروبية بقى القصب الدقيق والحشرات القشرية والجعال بانواعها ابو دقيق الباكوليات والخنافس والسوس بانواعه هاموش الارز دبور الحنطة المنشاري انواع طبعا مختلفة من السوس سوسة الارز وسوسة المخزن حشر القشرية والبقى الاسترالي والبقى الدقيق المصري زبابة الفكهة طبعا حشرة خطيرة بقى الموالح الدقيقي بقى الهيبسكس سوسة النخيل الحمراء حشرة خطيرة بقى الاحمر ودودة البلح العامري وحشرة التين الفنجانية والشمعية دودة سمار العنب وتريبس العنب ابو دقيق الرمان حفارساق التفاح خنفساء القصاء والخنفساء الحمراء فراش الدرانات البطاطس وحفارساق البازنجان ابو دقيق الكورومب والخنفساء البرغوسية دودة كورون اللوبيا وزبابة الفصولية ابو دقيق الخبازي وانواع الجعال خنافس القلف وحفارات الساق والنمل الابيض طبعا معروف وانواع القواقع والبزاقات وطبعا الصرصور معروف والبرغوس وعائلة النغف القوارض والخنافس والخفاش والأكروسات بكده أعزاء الطلبة والطالبات نكون استعرضنا مع بعض الجانب العملي اللي احنا همطالبين به تنفيزه وإداءه بكفاءة على مستوى الثلاث مواد سواء كان مادة المايكروبيولوجي أو مادة أمراض النبات أو مادة الأفات الزراعية أتمنى أن تكونوا استفدوا بقدر الإمكان من اللمحة البسيطة اللي احنا استعرضناها وإن شاء الله بنستعرضه بالتفصيل في الحلقات المقبلة بإذن الله بكده أعزاء الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور واقل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته